أول شهيد يمني في عملية طوفان الأكسا يروي بدمه أرض فلسطين اليوم الشهيدة إبراهيم عدنان جراد ذو محمد رحمة الله تغشاه واستشهد شاب يمني ينحدر من محافظة الجوف خلال مشاركته مع المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في غلاف غسطة خلال ما أطلق عليها بعملية طوفان الأكسا ووثقت صور متداولة للشاب اليمني ويدعى إبراهيم عدنان جراد من أصول يمنية واتلأ أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال بغلاف غسطة أمس السبتة وينحدر جد عدنان من مديرية برط العنان بمحافظة الجوف وقد غادر قبل عقود وسكن لدى أحد قبائل فلسطين وتزوجه وأنجب هناك حسب ما تم تداوله وظن أقاربه في اليمن أن مفقود أو متوفى وقبل سنوات أطلق أبنائه وأحفاده نداء من فلسطين للتعرف بأقاربهم في اليمن عبر أحد البرامج التلفزيونية اليمنية